بسم الله والصلاة والسلام رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إلى الجزء الخامس حيث سنواصل شرح تفاعلة الكيل هاليد من خلال شرح ميكانيكية لستدال نيكروفيلي ثنائي الجزئي إذن خلال هذه الميكانيكية يتم كسر الرابط CX في هاليد الكيل وتكوين الرابط كاربون نيكروفيلي في نفس الوقت حيث سنلاحظ هنا كيف أن النيكروفيلي يقترب إذن إلى هاليد الالكيل وإذن نتحصل هنا على حالة انتقالية يوجد خلالها يعني الالكيل هاليد مع النيكروفيلي ثم في مرحلة إذن أخيرة تنكسر الرابط بين الـ RX وتصبح رابط هنا بين النيكروفيلي والالكيل إذن المرحلة الأولى والتي تتمثل في اقتراب النيكروفيلي وتكوين إذن الوسيط أو الحالة الانتقالية هذه المرحلة هي مرحلة بطيئة وبالنسبة للمرحلة الثانية والتمثل إذن في تشكل الناتج الوسيط تكون مرحلة سريعة فبالتالي إذن المرحلة البطيئة تكتب بهذا الشكل إذن الثابت قوة ضارب إذن تركيز المتفاعلات وتلاحظون هناك هناك إذن المتفاعل الأول وهو الالكيل هاليد والمتفاعل الثاني وهو النيكروفيلي فبالتالي إذن تكتب بهذا الشكل إذن ثابت ضرب تركيز الكيل هاليد ضرب تركيز إذن النكلو فيل فبالتالي إذن سرعة التفاعل كما قلنا يعني سرعة التفاعل وهي الانتلاقا من النكلو المتفاعلات إلى الناتج هذا هو إذن التفاعل إذن من هنا إذن انتلاقا من المتفاعلات إلى الناتج إذن مباشرة إذن سرعة التفاعل تساوي سرعة المرحلة البطيئة وهي V1 وتساوي كما قلنا ثابت ضرب تركيز الالكيل هاليد ضرب تركيز النيكلوفيل وبالتالي إذن نستنتج أن هذه الميكانيكية سميت بثناء الجزائية نظرا لأن سرعة التفاعل مرتبطة بتركيز هاليد الالكيل وكذلك النيكلوفيل نمر الآن إلى شرح العوامل التي تدفع إلى تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية أولا نوعية الالكيل هاليد يجدر الإشارة هنا إلى أنه يقل معدل تفاعل أسان 2 كلما زاد تفرع مجموعة الالكيل لأن زيادة فروع أو زيادة المجموعات على الالكيل هاليد يؤدي إلى الزحام فراغي يعيق وصول النيكلوفيل إلى موقع التفاعل يعني إلى الكاربون الذي يحمل الالكيل وعليه فإنه يقل معدل الاستبدال لذلك يسلك ميكانيكية الثنائية الجزائية تفاعلات الالكيل الأولية فهنا مثلا تم ترتيب كما تلاحظون إذن سرعة معدل تفاعل أسان 2 وأسان 1 كما تلاحظون هنا فمثلا بالنسبة للالكيل هاليد الثالثي فإن النيكلوفيل لا يمكن أن يقترب من هنا لا يمكن أن يقترب من هذا الكاربون نتيجة للزحام الفراغي لهذه المجموعات هنا إذن لا تترك المكان أو مجال للنيكلوفيل لكي يقترب من الكاربون فبالتالي إذن يعيق تفاعل أسان 2 والعكس تماما سبق وقلنا في الفيديو السابق أن الالكيل الثالثي يساعد على تفاعل استبدال أحادي الجزائية نتيجة لتشكيل وسيط مستقر فبالتالي إذن كما تلاحظون هنا فالالكيل هاليد الأولي هو الذي يساعد على أو الذي يزيد من معدل تفاعل تفاعل استبدال ثنائي الجزائية لأنه كما تلاحظون بالنسبة لعناصر الهيدروجين هي عناصر أحجامها إذن صغيرة فإذن يمكن للنيكلوفيل هنا الاقتراب من الكاربون لأن هذه الأحجام كما قلنا هي صغيرة إذن التمرين بسيط هنا سنقوم من خلال التمرين بتحديد نوع التفاعل حسب هاليد الألكيل إذن بالنسبة لهذا الهاليد الألكيل هذا هاليد الألكيل إذن تلاحظون الألكيل الأولي فبالتالي إذن سيساعد على تفاعل ثنائي الجزائية نتيجة إذن أساثنين نتيجة إذن لإمكانية النيكلوفيل الاقتراب من الكاربون إذن من هنا يمكن أن يقترب من الكاربون نتيجة لوجود ازدحان فراغي ضئيل أو صغير أو يمكن النيكلوفيل من اقتراب من الكاربون أما بالنسبة للألكيل هاليد الثالثي فإن هناك ثلاثة مجموعات ألكيل وبالتالي تمثل عاق كبير أمام النيكلوفيل فلا يمكن أن يقترب إذن من الكاربون من هذا الاتجاه فبالتالي إذن لا يمكن أن حدوث تفاعل استبدال ثنائي الجزائية وإنما تفاعل وحادي الجزائية لأن الكسر الرابط هنا يمكن أن يعطينا إذن كاربوكاتي المستقرة والمتمثل في الألكيل الثلاثي كذلك الأمر هنا بالنسبة لهذا المركب كما تراحظون إذن يمكن أن يتم من ناحيتين يمكن أن يتم خلال هذا التفاعل إذن إما أسن واحد وكذلك أسن اثنين أسن واحد نتيجة لسهولة كسر هذه الرابط هنا وتكوين كاربوكاتي المستقر كما سبق وقلنا بالنسبة لمجموعة الأرليل أو كذلك بالنسبة لأسن اثنين لأن هذا الكاربون لا يمثل إزجحان فراغي ويمكن للنيكلوفيل إذن أن يقترب إذن هناك إمكانيتين إمكانية الأسن اثنين وكذلك الأسن واحد